وقد ترأس الملك محمد السادس أمس بمدينة الحسيمة اجتماعاً خصصاً لتفعيل تدابير التي تضمنها خطاب العرش اجتماع كان بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بمختلف القضايا المتطرق إليها خلال الاجتماع أعطى الملك محمد السادس أعطى توجيهاته للتركيز على ثلاثة مواضيع تكتسي أهمية ملحة يتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ثم مواكبة المقاولات كما ركز الاجتماع أيضاً على تدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل التي وردت في خطاب العرش لا سيما في مجال دعم التمدرس وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتصحيح اختلالات نظامات أو نظام التغطية الصحية